السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بي خير وعلى خير وتكون امركم كلها مزيانة كيف ما كتوفوا اليوم فيديو جديد على القناة نتمنى هدلا فيديو تنال اعجاب ديالكم وتكون خفيفة ضريفة على قلبكم سمحوا لي البنات اه مروحة شوية ذاك شبس صوت ديالي مبحوح اه كيف ما كتوفوا اه ان شاء الله غدينا نحضروا وصفة عاشاء اللي ساهلة ماهلة اقتصادية اه بحوايج اللي موجودين في كل دار اه ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة ولكن شو اول مرة تشوفو هاد القناة فما تتخلوش الي اه بالاشتراك في القناة اللي بقي ما تشاركش وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد اه تخلو لي واحد لايك لفيديو فضلا وليس امرا باش اه ديدوا تشجعوني وتبرتجوا القناة مع احبابكم وصحبكم باش اه تعمل فائدة والقناة ديالنا اه تكبر يعني العائلة ديالنا دي تكبر اكتر واكتر اه خليكم معايا غدي ندوزوا اه نحضروا اه وصفة عاشاء اه كيف ما كتوفوا هنا يا غدينا نحتاجوا اه واحد زليفة ديال الروز كيف ما كتوفوا هنا يا زليفة ديال الروز الروز ديال ديال شلدة وغدي نحتاجوا واحد البصيلة اللي قطعتها هكا يا مشلدة الفلة صغيرة اه حمراء وخضراء اه الجزر اللي اه دوزتوا انا في الروبو اه احنا يا غدي نشارك معكم هاد الروبو هادا اللي كان اه اللي كان خدم به يعني بنسبة للجزر كان يعني كيعطيني الجزر هكا يا بهاد 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 القطعة هادي على هز الشكل هادا طويل كيف ما كتوفوا وتسهل علي الصراحة الخدمة اه الى ما عندكمش يعني شي روبو او لا شي ولا هشوار ولا شي حاجة باش غدي تتخدموا بحالك اختموا غير الحكاكة يعني يقطعو خزو على شكل طولي باش يبقى بين معانو صفي هناك كيف ما كتشوفو في المقلة اه غدي نوضع واحد ثلاثة دمعة لقضية الزيت زيت زيت المائدة ولابدوا تستعملوا زيت العود مش مشكل اه صفي هنايا غدي نشحروا اه مشحروا البصيلة بالنسبة لبصيلة ابصيلة غير صغيرة بصافية ما تكونش كبيرة بساف وصافية غدي نشحروها في هز الزيت هادي مع اه مع شوية دي التومة لابدوا تستعمل انا اه اه تومة بودرة الى ما كناش عندكم تومة بودرة اه تستعملوا اه تومة طرية يعني ما كنش مشكل بالنسبة للتومة تستعملوا اللي عندكم صفينايا غدي نضيف واحد اه اربع ملعقة صغيرة جديدة مع العلام للاحفة هاي نشحر بسببالثvere اه علي الفصوص يكون كبير شوية اه 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 أه حكوه اه اه محكوه لعم للرقيقة اه يسعسها Standard Minipe غدي نشحرو هادي البصيلة هادي sister نضيف لها العناصر الأخرى و هنا بينما تشحرت البصيلة غسلت الزلافة للروز و نضيف لها الماء نضيف لها 1 زلايف أو 3 زلايف لتسلق لنا الروز مزيد كيف لا تشوفوا هنا نضيف جوز زلايف يعني بزلافة للروز و نضيف جوز زلايف و نضيف الروز حتى يتشرب جيد الماء الذي يزد له و يكون واجد بالنسبة للروز نضيف لي ملحة لكي لا تنزل باستخدام نضيف الروز و 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 ضيف جوز و نضيف الروز و نضيف لدينا وو نضيف الروز و نضيف الروز فترهما ساهلين ووصفة مشبعة يعني اه كتشبع الصراحة اه صفي هنا كيفما كتشوفوا اللبصالة ديالنا راه هي اه تشحرات صفي غازينا ننضيفوا الهدبة اه الفلفلة اه هناك كيفما شتشود فتوح الفلفلة صغيرة اخضرة ووحدة حمراء اه اه انا عندكم يعني الفلفلة صفراء الموين الفلفة الكاملين اه بالالوان ديالهم ضيفوهم ممكن الى بوتو تضيفوا حتى الكورجيت اه تقدروا انكم تضيفوها تحكوها بشكل طولي او تضيفوها صفي هنا يا غدينا غدينا نضيف غير الففلة وغدينا نحركها شوية حتى يعني حتى تطع حتى يشوي عادك ننضيفوه اه حتى تخيزو يعني محكوك اه محكوك بشكل طولي او اه دغياتي دبال ما تيبقى متيشتش معانا وقت وهنا يا كيفما كتشوفو بالنسبة للتوابيل غدي نضيفوه غير الملح او الابزار اه ما نضيفوه حتى شي حاجه اخرى باش اه الخضرة ديالنا اه تعطي المضاق ديالها فالروز يعني ما يتغيرش الطعم ديالها باكتر التوابيل سوفي هنا يا غدينا نحركو هذا الخالط هذا اه من بعد بالنسبة للجزر اه اه راني درت جوج ديال خزوات اه متوسطين من ESO مع الناس بالنسبة الكميه اه 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 الادرت روز اكتر من هاتشي درت اعنا غاتي اتزيدو حتى الخضرة غاتي تزيدو اسكتروها شوية باش اه باش اه تجيبينو بالرواز و اذا درتوا هاد المقدار اللي درت انا صف يتقيدو بهده بهاد المقادر اللي درت يعني فلفلا صغيرة من كل اه وبصالة صغيرة وجوج ديال خزوات متوسطين هنا كيف ما تشوفو من بعد ما دبلت لنا هذه الففلة او اللي ادخلها الطياب غادي نضيفو خزو خزو ما كياخدش بزاف ديال الوقت حيث محكو كرقيق دغية يعني كي يطلق داك الماد يالو ودغية كي يدبال يعني كي يدخلو الطياب صافي كيف ما كتشوفو غادي نزيد خزو اللي بقي عندي في الطحانة او اللي في الروبو صافي عادي ننضيفو ولي بدون نحركو شوية بشوية صافي حتى سيطيح هاد هاد خزو هادا وكي نساجم مع العناصر يعني اللي كنا دايرين في المقلة يعني من قبل بالنسبة للبصلة والفلفلة وانايا كيف ما كتشوفو غادي نضيف انا هاد هاد النوع هادا من الحوت لوكوس ممكن الى ما كيعج بكمش هاد النوع هادا نضيفو اه تون او لا اه الى ما بوكتوش تضيفو ما تضيفوش يعني غير هاد الخضرة هادي مع الروز راه هي كتجيزوين بزاف اه يعني الى ما كانش متوفر عندكم اه تون او لا اه يعني اي نوع من الحوت المعلب هاي انا كنضيف هاد لوكوس كي جيتا هو صراحة زوين بزاف غادي ناخدوا واحد شوية للزيت يعني واحد جوج معالق اه نضيفوهم الخضر باش يتشربو ديك الرائحة ديال الحوت اه صافي كيف ما كتشوفوه هنايا غادي نحركوه واحد شوية وغادي اه نطفو عليه البوطة يعني غادي اسبحوه جد صافي نايا بالنسبة للحوت اه كان نماشوه هكايا اه نقطع الطريفات ما نخليوش هكا مرصوليات كبار وغادي نضيفوه الخضر ديالنا من بعد ما اه نطفو عليها البوطة يعني ماشينا نطيفوه الحوت اه نطفوه البوطة ونضيفوه اه هادك الحوت وهنايا كيف ما كتشوفو الخضر ديالنا راه هي صفية طابت اه كيف ما كتشوفوه تعلكات ما بقاش فيها المريقة اه غادي نشوفوه الروز اه يعني صفيته هو راه هو وجد انا قدرت فيه جوز ليف يعني اه صفية راه هو عجد باقي تديرو اكتر من جوز ليف ديال الماء وطخليوه يتسلق وعدك تصفيه من داك الماء يعني ما تطفوش فيه الماء اه صفية وكتخلطو هاد الروز هده مع هاد الخضار حتى الروز كيشرب هادك النسمة ديال داك الخضار والعطرية ومن بعد نضيف عليه البوطة ونضيف له هذا الحوت اللي صفينا من الزيت يعني معسنا طريفة صغر وكيكون هذا هو الشكل للطبق ديلنا او لا وصفة عشاء اللي ساهلة جزاف واقتصادية وكتجي لديدة تعجب الصغير الكبير جربوها وغادي تعجبكم اكيد سوف نضيف هذا الحوت هذا إلا ما بتوش تضيفه ما تضيفوش سوف نخلطو هذا الحوت مع الروز والخضر وصفي ستكون وصفة دينا واجدة ممكن إلا بتوضيفه زيت مقطع او لا تضيفه الميس او لا تضيفو اي حاجة كتعجبكم تقدروا تضيفوها ما بتوضيفوش تشي حاجة راقي الخضره مع الروز كتجي زوينة بزاف وهنا يا البنات كيف ما كتشوفو هذا وطبق دينا او لا وصفة عشاء اللي ساهلة مالة هادينا نضيفو لها واحد شوية دي المعد نوس مقطع وبصحة والراحة جربو هاد الوصفة بنظرة كتجي زوينة بزاف سهلة اقتصادية وكتوجد في اخر لحظة اه الا كنتو اول مرة تشوفو هاد القناة فما تنسوش انكم اه دعموني اه بالاشتراك وتشجعوني اه باللايك ما تنسوش انكم اه تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد اه ما تنسونيش من دعواتكم وما تنسونيش اكيد من بارتاج ما احببكم وصحبكم باش تعمل فائدة اه نتمنى هاد الوصفة اه تنال الاعجاب ديلكم وتكون هاد الافيديو خفيفة ضريفة على قلوبكم اه دمتم في رعاة الله الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله موسيقى